اشتركوا في القناة 500 سلة غذائية في اندونيسيا وقامت بتوزيع مشروعات لمزرعة حجمها أو مساحة 20 ألف متر بها 20 ألف شجرة من القهوة يستفيد منها أكثر من 45 أسرة تكفيهم السؤال وكذلك حفرة بئر في تلك المنطقة تأتي هذه المشاريع ضمن جهود نماء الخيرية في اندونيسيا التي تستهدف المناطق والشرائح الأكثر فقرا وتركز على مجالات الحياة المهمة بالنسبة للسكان هذا وقال مدير إدارة لغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري من المشاريع التي نفذتها النماء الخيرية باندونيسيا توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة واستفاد من توزيع السلال الغذائية أكثر من 2500 فيما قام بوضع حجر الأساس لمنكز الإسلامية تكون من مسجد وفصول تعليمية وبئر كما قامت بافتتاح مسجد الراحمون وحفر بئر والمساهمة في عفافي أكثر من 45 أسرة من خلال عملهم في مزرعة وأثنى الشامري على دور المحسنين والمتبرعين على ما يقومون به من عمل الخير في إطار مشاريع نماء الخيرية لصالح الفقراء عبر العالم مشيرا إلى ما تقدم نماء الخيرية من خدمات وما تنفذ من مشاريع مهمة في إندونيسيا خاصة في مجال التعليم الذي هو أساس نهضة الشعوب وأوضح الشامري أن المركز الإسلامي يهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية لعموم المسلمين من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الدعوية والتربوية والاجتماعية